موضوع الاستفتاء على الدستور هخليني برضو مع التحرقات اللي بيقوموا بيها وازاي المحافظة بتتعامل معالك أنا هنا هسأل مش محافظة الجيزة هسأل دكتور علي عبد الرحمن وقت ما كان رئيس لجامعة القاهرة نعم ودلوقتي المزاهرات اللي موجودة هناك داخل جامعة القاهرة وخارج جامعة القاهرة لو كان دكتور علي عبد الرحمن نهارดه هو رئيس جامعة القاهرة كان هيتعامل ازاي مع الموضوع ده أنا بلاحظ أنه الطلاب بيخرجوا بره الحرم الجامعي بسهولة شديدة وأنا لما كنت رئيس جامعة القاهرة كنت دايما أقول للطلاب وأقول للأساتذة أي أحنا داخل حرم جامعي ولو احترامه ولنا مهمة والمهمة بتاعتنا واضحة جدا الناس فيه طلاب جايين يدرسوا وواحد رايح المدينة الجامعية يقعد فيها وتتاح له فرصة لا تتاح لغيره وفيه عدد كبير قوي من الناس منتظرة هذه الفرصة ومش لأيها والدولة بتدفع في الحرم الجامعي للطالب وبتدفع أيضا للمدينة الجامعية الأماكن دي يجب أن يقدرها الجامعة باش فيه أي تعرض لأي منشآت داخل الجامعة وكان دايما نبقى فيه تعامل مع الطلاب على هذا القدر من الاحترام فيه على المقابل اللي بيحترمش المكان أيضا مالوش مكان كان فيه في اللوقت ده اللي مايحترمش المكان مالوش مكان مالوش مكان داخل المكان بره الجامعة بره سور الجامعة فيه جهات أخرى بتتعامل ولازم تاخد فرصتها في التعامل يعني ما ينفعش إنه نستطلع بره الجامعة وتعامل كأنها داخل الحرم ممكن داخل الحرم بيه فيه مظاهرة مظاهرة سلمية أهلا وسهلا لكن التعارض لو خرجت عن السلمية داخل الجامعة الأمن الإداري كفيل بيها ولا يعني ما فيش مهرب لازم يكون فيه حرس جماعي أو فيه قوات من الشرطة داخل الحرم الجماعي لو تم الحاجة لها في أي وقت هو القانون وتطبيقه داخل الجامعة رأى فيه من الردع يعني ما يمكن به أن يردع الراغب في المخالفة والحقيقة أنا الفترة أنا كنت فيها رئيس جامعة كان فيه حرس جامعي الحرس الجامعي يعني كان ليه دور كبير في تأمين المعامل في تأمين المدرجات صحيحة دلوقتي الشرطة ما عندهاش رغبة أنها ترجع تاني لأنها عندها أعباء كثيرة جدا إنما أنا في نظري أنه كان مفيد أنه يبقى موجود صحيح ما كانت في بعض الحالات كان يبقى فيه تجاوزات لكن بالقياس بعض الحالات اللي كان فيها إيجابية من وجود الحرس كانت كثيرة الوضع الحالي من أنه دايما فيه شحن وفيه إيقاف للدراسة ورغبة في تعطيل الدراسة ده أمر مؤثر جدا على الجامعة ومهمتها هل سيفين حرمتها؟